وإحنا عندنا ثقافة التربية مش بنستقيها من مصادر موصوق فيها احنا بنشتغل زي ما أهلينا ربونا أو زي ما بنتفرج في الدراما وفي التلفزيون وهكذا لكن خليني كده أخدها من الأول الأم بنسبة كبيرة هي اللي بتكون مسؤولة عن تربية الطفل يعني هي اللي بتبقى موجودة معها أطول فترة ممكنة هي اللي بترعيه بتأكله بتشربه بطبيعة الحياة وبطبيعة الحال إمتى يكون للأب دور أو إمتى الأب مسموح له يتدخل بقى في قرارات التربية فكرة أني الأم هي اللي دايما لازم تعمل وهي اللي دايما لازم تأكله وتشرب دي كلها ثقافات موروصة غلط بيخلي الأب يبعد عن الفريم يبعد عن الصورة فبييجي في وقت الأم تحس وده على فكرة اللي بيعمل مشاكل في البيوت وبيخلي الأم حاسة أن هي دايما عصبية دايما عليها أوفرلود ليه؟ علشان هي من الأول تصدرت المشهد لوحده وبعدت الزوم وبعدت الأب عن المشهد تمام وبتيجي بعد فترة تطلب أن هو يدخل فهو ما عاشي أساسا من الأول نظرية أن هو يكون جوه الفريم جوه الصورة فالموضوع بيجي له غريب ومن هنا تبدأ المشاكل طب هو إزاي يدخل في الفريم من الأول؟ هو لازم من أول البيبي من أول الأم ما هي بتبقى حامل لازم بابي يحط يده على بطنها وكل الكلام ده على فكرة الحاجات دي لا هي عيب بس للأسف إحنا عندنا موروسات غلط آي يا جماعة إيه اللي أنتوا بتقولوا دا؟ بزبط دا كلام فيسبوك يا جماعة بزبط تصدقيني هو دا الصح هو دا اللي بيعمل تعرف الطفل بيحس من وهو جوه بالموضوع وبصوت بابا وبصوت ماما وبيحس بالمواقف ولما بنيجي البيبي بيجي أكتر لقطة بشوفها وبعد كده الأب بيختفي صورته هو شايل البيبي في المستشفى أو في البيت أو كده طيب ليه الأم مش بتدخل بابا معاها أنه هو مثلا يجحز ببرونة للولد ويمسكه ويشيله ويأكله أكيد أكيد فيه عشر دقايق أو ربع ساعة فاضين في حياة بابا أنه هو يجايد معاها في حاجة زي كده لو عملنا دا مرة في اليوم يبقى من هنا لازم دور بابا يبدأ إمتى بقى يبدأ في القرارات والحاجات دي هو لو بدأ معاها اللقطة من بدري هيعرف ياخد الطفل ويطلع به فعلى عمر ست شهور لما الولد يبدأ يتحرك لازم يكون له تدخل فعلي لو ما بدأش من بدري يبقى صدقين لغاية وقت طويل جدا هو مش هيعرف يتدخل ولو تدخل قراراته هتبقى دايما ملهاش علاقة بشخصية ابنه أو بنته هو يعرف ايه عنه طيب لما بنيجي بقى إحنا خلينا نتكلم في الحالات الوقعية لأنه تقريبا عدد كبير من الناس ما بيعملش الكلام ده احنا هنتعلم ان احنا نعمله لكن في الحالات الوقعية لو طفل عنده بقى دلوقتي 8-9 سنين دخل المدرسة أو في بداية المدرسة والأم هي المسؤولة عن كل التفاصيل الأم هي اللي بتحط القواعد المنظمة لحياة الطفل وإن اللي ينفع وإن اللي ما ينفعشه الكلام ده في الوقت ده الأب لو تدخل بيتدخل بأنه صيغة وإزاي هم اللي اتنين يتفقوا على قرار لأنه ساعات الأم مثلا تقول بص الولد مش هيمسك التليفون غير نصصاعة في اليوم مثلا أو مش هناخد حاجة حلوة غير مثلا مرتين في الأسبوع فيجي الأب من وراها علشان يكافئ الولد أو البنت أو يحببه فيه فيكسر كل اللي الأم بتعمله ده وساعتها يقول لها لا لا الكلام ده انت يطبقين وانا مش موجود انما طول ما انا موجود فيه دلع وما فيش حاجة يتقال عليها لا او الكلام ده نعمل ايه ساعتها اول حاجة لعلاج المشكلة دي بتبقى قعدة واضحة وصريحة من الأول جدا بين الأب والأم بيتفقوا على الرولز معينة طب لو حصل حاجة وماما لازم تبقى صانعة قرار في الوقت ده هتعمل ايه ما تردش بقرار قاطع علشان ما يجيش الولد يلعب على بابا وماما او ده اللي بيحصل ما هو للأسف انا بشوف ده في العيادة عندي كتير جدا وفي المركز ده اللي بيحصل هم الولاد اللي بيقولولي على فكرة وخصوصا من سبع سنين ل11-12 سنة اساد زوروا اقسام في الموضوع ده يعني يعرفوا يلعبوا على الاتنين صح جدا يعني وببراعة على فكرة وللأسف ده سوق تنشئة من لنا احنا طيب تعمل ايه بقى الأم في الوقت ده ما تردش بأي قرار قاطع يعني مثلا نجيبها لك في موقف بنت عايزة تطلع رحلة مع الكنيسة او مع المدرسة فجات للأم فالأم قلت لها لا او مش هتطلعي وكده جي بقى بابا من وراء ماما واف قال لها هتطلعك احنا كده عملنا كارسة طب الأم ترد ازاي حبيبتي لما يجي بابي نبقى نناقش معي الموضوع ده ونشوف الدنيا فيها ايه طب يا ماما انا نفسي الأم هتقول لها انا ما بقولكيش ما تروحيش وطبعا ايه سي على كده كمواقف بس خلينا ناخد القرار مع بعض لما بابا بالضبط بس خلينا نتكلم مع بابا وانتي تكوني حضرة ونتكلم طبعا هي اكيد هتكلم بابا على التليفون وتقوله المشكلة ويحاولوا انا دايما بنصح بده حتى في المحاضرات في حاجات الارشاد بنصح بده علشان ما نتشتتش قدام ولادنا